اهلا وسهلا بكم طلاب الصف في السنة السنة ومعاكم مستفتمر محمد النهاردة ان شاء الله ناخد الدرس التاني في الواحدة الرابعة بتاعت حساب المثلثات اسم الدرس الدوال المثلثية لمجموع وفرق زاويتين بس قبل ما نبدأ درسنا تعالوا نحل مع بعض سؤالنا الختام سؤالنا الختام كان يقول اختل الإجابة الصحيحة رصدت طائرة جيم من المحطتين ألف و ب عند لحظة مرورها بالمستوى الرأسي المار بالمستقيم ألف ب حيث ألف ب بيساوي 3000 متر طول المسافة دي 3000 متر فوجد أن قياس زاوية ارتفاحها من ألف 53 درجة وقياس زاوية ارتفاحها من ب 34 درجة والمسقط الرأسي للطائرة ينتمي إلى القطعة المستقيمة ألف ب الجملة دي أهم جملة في المسألة ليه؟ لأنه بيحدد الطائرة فين بالنسبة للشخصين اللي في ألف و ب يعني هل الطائرة بينهم؟ ولا الطائرة في جهة واحدة منهم هما الاتنين؟ فبيقولي المسقط الرأسي للطائرة إيه المسقط الرأسي ده؟ أقوله المسقط الرأسي اللي هي مكان سقوط الطائرة تحت كده عمودي اللي هي نقطة دال ينتمي إلى القطعة المستقيمة ألف ب يبقى القطعة المستقيمة ده المسقط موجود بينها يبقى الطائرة بين ألف و ب تمام؟ عاوزين بقى ارتفاع الطائرة ده كام متر تقريبا؟ أقوله طيب نبدأ نحل أنا عندي دلوقتي مسلسين أدي مسلس ودي مسلس وطبعا ده ما سقط ببعمودي بقى دي الزاوية يا قايم أنا عايز أجيب ألف دال و دال ب والاتنين مجموحهم تلات تلاف في نفس الوقت أنا ما عنديش أي أضلع في المسلس ده الواحده والمسلس ده الواحده طيب ينفى أن أشتغل على المسلس الكبير؟ أقوله آه ممكن ممكن أجيب الزاوية دي وأشتغل بقانون الجاوجتها وأجيب الضلعين دولة ينفى طيب في حل تاني أقوله تعالي نشوف الحل التاني أنا عندي دلوقتي ألف تلاتة و خمسين ده أنا ده المطلوب أنا سميه سين مثلا طيب الزاوة تلاتة و خمسين الزاوة تساوي المقابل على المجاور المقابل سين المجاور بتاعي ألف دال ألف دال هجيبها هنا واجيب الزاوة تلاتة و خمسين ما كانها يبقى ألف دال بيساوي السين على الزاوة تلاتة و خمسين يبقى أنا كده جيت ألف دال بتلالة الارتفاع الطائرة اللي هو سين ناحية التانية نفس الكلام زاوة أربعة و تلاتين بيساوي المقابل على المجاور يبقى سين على دال به نفس الكلام دال بيها تيجي هنا و الزاوة تيجي ما كانها يبقى دال به بتساوي السين على زاوة أربعة و تلاتين طيب وألف دال و دال به اللي اتنين مجموحهم 3000 يبقى قوله سين على زا 53 زائد سين على زا 34 بيساوي 3000 هاخد السين عامل مشترك هيتبقى 1 على زا 53 زائد 1 على زا 34 يساوي 3000 ده مضروب يروح الناحية التانية مقسومة يبقى السين بتساوي 3000 على 1 على زا 53 زائد 1 على زا 34 يبقى ارتفاع الطائرة تقريبا 1342 متر تقريبا جبنا ارتفاع الطائرة واخترضنا الاختيار رقم ألف واحد تانا يحلها ازاي اقول لي عندي الزاوية دي والزاوية دي اقدر اجيب زاوية جي ويستخدم قانون الجاة ويجيب الضلع ده والضلع ده بعدك انا يشتغل على اي مسلس من المسلسين ويجيب ارتفاع الطائرة يطلع له نفس النتيجة يلا نبدأ مع بعض درسنا النقط درسنا النهاردة درس مهم جدا اسمه الدوالة المسلسية لمجموعة فرق زاويتين يعني هقول له احنا خدنا الدوالة المسلسية في اولى وعرفنا التعامل مع جاة جاة زاقة قطة زا لما الدرسنا عبارها عن ايه قالك ساعات بيبقى عندي الزاوية مقسمة الى جزئين يعني ايه يعني مثلا تكون عندي زاوية جاة زاق بيبقى فاحنا مش عارفين نوزع الجاة جول الجاة ممتتوزعش لي من ده اكسبريشن كله على بعض تعبير واحد اسمه جاة الف زاق بيبقى فكل اللي محتاجين القانون يفصل لنا الف لوحديها عن بيبقى فعملنا لك قانون للجاة وقانون للجتة وقانون للزاة الجزء الاول من درسنا النهاردة هندرس الجاة والجتة لمجموع وفرق زاويتين القانون الاول بتاع جاة الف زاق بيساوي جاة الف جتة بي زاق جتة الف جاة بي القانون ده يجيب لنا نفس الناتج طب القانون ده يهمين في حاجة مصر اقوله اه طبعا يعني انا مثلا لو انا عايز اجيب جاة خمسة وسبعين مثلا من غير ما استعمل الالة طب انا عندي الزاوية الخاصة بتاعتي التلاتين وخمسة وربعين وستين دولة انا حافظوا لكن الخمسة وسبعين برا الزاوية الخاصة هيا بражة هزاي من غير آلة اظار بسيطة انت ممكن تقسمها لزاويتين مدموع زاويتين خمسة وربعين زاق تلاتين يساوي خمسة وسبعين واقدر استعمل القانون ده وطلعها لك من غير Nasıl ساوي بالقانون جاة زاوية الاولى في جتة زاويتين يبقى جاة خمسة وربعين في جتة تلاتين زاق الاشارة هنا زاق وتنزل زاق جاة الزايا الاولى في جاة الزاوية التانية يبقى جاتر 45 في جاتر 30. ودولة زوايا خاصة انا حافظ الجاة والجتر بتاعتهم. جاتر 45 بجزر 2 على الاتنين. جاتر 30 جزر 3 على الاتنين. جاتر 45 جزر 2 على الاتنين. جاتر 30 بنص هيساوي جزر 6 على 4 زائد جزر 2 على 4 حاجمه من مقام ينزل يبقى جزر 6 زائد جزر 2 على الاربعة من غير آلة. اعمل هالة على الآلة وتأكد ان جاء خمسة سبين هيطلع لك نفس الناتج. يبقى انا اقدر استفاد بالقانون ده ان انا احلي بيه حاجات كتير. طب يا مصر القانون ده جامع بس. اقولوا لا. ممكن يبقى طبع. جاء الف نقص ب. نفس القانون. مفيش اختلاف. هنا موجب يبقى في النص موجب. هنا سالب يبقى في النص السالب. يبقى القانون جاء الف جاء ب. نقص اعكس جاء الف جاء ب. ده قانون جاء مجموعة زويتين. والفرق بينهم. الجزء التاني من الدرس. الجاتة. جاتة الف زائد ب. وجاتة الف نقص ب. عايزين قانون ليه ده. هقول له بسيطة جدا يا مستر. جاتة الف زائد ب. وجاتة الف نقص ب. ممكن اخمسة القانون الجاء. وحط له ايه? تسعين. يبقى تسعين نقص الف زائد ب. التسعين هتحاول الجاء لايه? لجاتة. يبقى انا ممكن استخدم القانون ده. واستنتج منه القانون تاني للجاتة الف زائد ب. وجاتة الف نقص ب. هيطلع لي. جاتة الف جاتة ب. نقص جاء الف جاء ب. اه. قانون الجاتة بيبعكس الاشارة لجوه القوس. جاتة الف نقص ب. جاتة الف جاتة ب. اعكس الاشارة زائد جاء الف جاء ب. وهما دولة القوانين اللي هنشتغل عليهم في الجزء بتاعنا النهض. يلا ناخد تمالين عالكلام. اول سؤال ما انا بيقول لك جاء الف بيساوي تلاتة على خمسة. الف اكبر من تسعين واصغر من مية وتمانين. وجتا به سالب خمسة على تلاتاشر. حيث بيه اكبر من مية وتمانين واصغر من تين وسبعين. عايزين جتا الف ناقص به. لو خدت بالك ان السؤال زي ما انت خدت في قولها سنة وبالزبط. سؤال على النسب المسلسية. زودني عليه الجزئية بتاعة الفرق بين زاويتين جتا. هقوله اول حاجة. عندي جتا الف نقص بيه. مجرد قانون هكتبه عوض بيه. جتا الف نقص بيه. بيساوي ايه? اقول له جتا. الف نقص بيه. جتا جتا جا جا. ونغير الاشارة. يبقى جتا الف جتا بيه. هنغير الاشارة. الجتا بتغير الاشارة. زائد جا الف جا بيه. كتبت القانون بتاعي. طيب انا عندي جا الف بس يا مستر. ما عنديش جتا الف. وعندي جتا بيه. بس ما عنديش اقول له طيب ازاي بقى ما انت خد في قولة سنوي هتجيب لي باقي النسبة المثلثية ازاي عندي حلين يا مستر ممكن استعمل القانون بتاع دايرة الوحدة اللي انا اخدته في قولة سنوي اللي هو سين تربيع زائد قصد تربيع بساوي واحد اللي هو جاة تربيع زائد جاة تربيع بساوي واحد وعند الجاة قدر اجيب الجاة او ممكن نعمل حركة حلوة او نفس المثلث صغير كده في زاوية الف الجاة بتساوي المقابل على الوطن وده المثلث قائم يبقى ثلاثة خم على طول ده في الصغير سيطلع لي كام اربعة المثلث ازاي اطلع منه اطلع الجاة والجاة والزاة انا عندي الجاة فاضل الجاة بس يبقى قوله جاة الف هتساوي المجاور على الوطن اربعة على الخمسة بخلصنا الجزء ده طلعنا الجاة والجاة واقدر اجيب الزالة وانا عايز كمان الف اكبر من تسعين واصغر من مية وتمين مهمة جدا ليه بيحددلي الربع فيه ليه اصل الجاة موجب في ربعين اول وتاني فانا لازم يحددلك هتشتغل على انه الربع عشان الجاة عايبقى اشاريتها ممكن تكون مختلفة الربع التاني تعجاه الجاة اشارته في ايه سالب يبقى انا كده خلصت جاة الف فاضل يا مصر عندي جاة بيه عايز اجيب جاة بيه بنفس الطريقة اقترسل من المثلث خمس صغير كده زاوية بيه خال جاة بيه المجاور على الوطن مصر السالب اقول له لأ المجاور خمسة وهنا تلاتاشر وجب ده في الصغرس اقول له تلاتاشر تربيع نقص خمسة تربيع تحت جزر هيطلع على مية اربعة وعبعين جزرها اتناشر عندي الجاة موجودة اقدر اجيب الجاة اقول له جابه بيساوي المقابل على الوطن اتناشر على التلاتاشر واقدر اجيب الظالة وانا عايز ها جزء المهم بتاعي به اكبر من مية وتمين واصغر من مية وتمين واصغر من مية وتمين واسبعين اكبر من مية وتمين واصغر من مية وتمين واسبعين يبقى الربع التالت والجاة والجاة في الربع التالت سالبين يبقى انا احط الجاة بتاعت هنا ايه سالب قادر اعود جاة الف عندي سالب اربعة على خمسة في جاة بيه موجودة المسألة سلب خمسة عالتلاتاشر زاد جاء الف جاء الف موجودة في المسألة تلاتة على الخمس في جاء به سلب اتناشر على تلاتاشر على الالة وطلع الناتج بتاعي واشوف الناتج هيطلع لي كان هيطلع لي سالب ستاشر على خمسة وستين واختر الاجابة رقم بها المثال اللي معنا بعد كده بيقولي في المسلس الف به جيم عندي مسلس الف به جيم ما حدد ليش نوع قائم او حد او منفرج جاءة الف بتساوي تلاتة سلب تلاتة على الخمسة وجاء به خمسة على التلاتاشر عايزين قطالين اولا انا مش اقيل لك المسلس ده قائم ولا حد منفرج فانا ما قدرش احد ادنعه جايب لي زاوية الف سالب تلاتة على الخمسة الجتة سالب ربعين التاني والتالت المسلس مفوش زاوية اكتر من مية وتمانين يبقى كده وقت انا عرفت ان المسلس بتاعي منفرج الزوية معلومة زيادة مش نحتاجها في الحل بس الجتة سالب وده مسلس يبقى كده الزوية ده منفرجة وجاء به خمسة على التلاتاشر عاوزين قطى الجيم طب يا مستر انت مديني الف وبيه اجيب لك انا جيم ازاي اعلاق الجيم بالف وبيه اقول له طيب مش هو مسلس مجموع زاوية المسلس كم درجة اقول له مية وتمانين يبقى الف زاوية ب زاوية جيم يساوي مية وتمانين يبقى الجيم بتساوي مية وتمانين ناقص الف زاوية به يبقى انا انت عايز مين لقطى جيم ومديني جا الفه به يبقى انا لازم احاول جيم لألفه به القطى دي اقول له مقلوب مين اقول له مقلوب جا يبقى انا هجيب جا جا جيم هيساوي جا هشيل جيم وحط قيمة بتاعتها مية وتمانين ناقص الف زاوية بي مية وتمانين ناقص سيتا ده قانون الربع التاني قانون الربع التاني اتجاه في الربع التاني موجب في الزاوية المنتسبة عشر المية وتمانين هيدينا جا الف زاوية بي ان مية وتمانين ناقص سيتا ربع التاني والجا في الربع التاني موجبه هاشتف بس على المية وتمانين طيب جا الف زاوية بي ليه قانون الله جا الف جتا بي الجا ما بتغيرش الإشارة زاد جاة ألف جاة به عندي جاة ألف ما عنديش جاة ألف مسلسك وطلع منه الجاة والجاة والزاة لو عايز جاة به موجودة جاة مش موجودة أقول له إرسل مسلس تاني وطلع منه الجاة والجاة والزاة أول مسلس جاة ألف أقول له مسلس قائم كده صغير بزاوية ألف الجاة مجاور على وطر من غير سالب تلاتة على خمسة الإشارة دي إشارة الربع 3 على 5 هجيب دي في صورس هيطلع لي 4 طيب احنا قلنا دي زاوية منفرجة لانه ده مسلس الزاوية المنفرجة الجتة سالب لكن الجا موجب يبقى جا ألف هيساوي المقابل على الوطر 4 على 5 ودي زاوية منفرجة يعني في الربع التاني يبقى الجا موجب جا ب 5 على 13 عادي زاوية ب الجا بتاعتها 5 على 13 هجيب ده في صورس هيطلع لي كام 12 دي زاوية منفرجة المثلس ما ينفعش فيه غير زاوية منفرجة والهنين تانين يبقى يبقى دي زاوية حدة يبقى كل الدوال المثلسية بتاعتها موجبة الجا موجب يبقى الجتة ب بتساوي المجاور على الوطر 12 على 13 وجا ب 5 على 13 كده انا جدت كل حاجة عندي في المسألة جا ألف أولو جا ألف هيساة 4 على 5 في جتة ب جتة ب جتة 12 على 13 زايت جتة ألف قبلو جتة ألف مدالك في المسألة سلب 3 على 5 استنتجنا منها لنزاوية ألف ونفرجة في جا ب جا ب 5 على 13 يبقى 14 ب 48 سلب 3 ب 5 بسلب 15 يبقى 33 والمقام ينزل زي ما هو 65 بس كده احنا جبنا الجا المطلوب مني قطى جين القطى مقلوب الجا يبقى قوله قطى جين هيساوي هقلب الكسر يبقى 65 على 33 واختار الايجابة رقم دال ويلا نشوف المسألة اللي معنا بعد المسألة اللي معنا بيقول لي جتة ألف في جتة ألف زايت باي على الاتنين زايت جا ألف في جا ألف زايت باي على الاتنين مديني الاختيارات هقوله طيب احنا نشوف عندنا جتة جا جا ده قانون مين اقول له ده قانون جتة كويس يبقى اول حاجة احنا اخذنا درسين النهاردة دول المسلسل مجموع وفرق زايتين جتة جتة جا جا ده قانون الجتة تمام الزايتين اقول له الزاوية الاولى ألف والزاوية التانية ألف زايت باي على الاتنين كلام جميل بس هنحط دي هو اخص الجتة بتحافز على الاشارة ولا بتغيرها اقول له الجتة بتغير الاشارة يبقى هنا فيه سالب عندي يبقى هيساوي جتة وزع السالب يبقى ألف ناقص ألف ناقص باي على الاتنين الألف عطرهم على الألف يبقى جتة سالب باي على الاتنين عوض عن الباي بمية وتمانين وجيبها على الآلة هيطلع لي صفر واختار الإجابة رقم جيم السؤال اللي بعديه اذا كانت سين اكبر من صفر واصغر من تلتمية وستين فان مجموعة حل المعادلة جا سين جتة عشرين ناقص جتها سين جا عشرين بتساوي نص هي ومديني الاختيارات أقول له عناية لقطة جا جتة جتة جا ده قانون مين؟ أقول له قانون الجا وايس عادي أول حاجة جا الزاوية الأولى سين الزاوية التانية عشرين الجا بتحافظ على الإشارة الإشارة ناقص تبدأ زي ما هي ناقص يساوي نص بس حطناها في أبسط صورة يبقى عندي جا ودي الزاوية بتاعتي بيسا ونص وانه شفت سين نص هيطلع لي تلاتين درجة أقول له ثانية واحدة الجا شريطها موجب يبقى عندي ربعين إمتى الجا موجب؟ أقول له الأول والتاني يبقى عندي هنا الجا موجبة في الربع الأول وجا موجبة في الربع التاني قانون الرابع الأول سيتا اللي هي تلاتين قانون الرابع التاني أقول له مية وتمانين ناقص سيتا مية وتمانين ناقص تلاتين مية وخمسين درجة كده جبنا الزاوية الزاوية بتاعت اسمها إيه بقى؟ أقول له اسمها السين ناقص عشرين يبقى سين ناقص عشرين اللي هي الزاوية بتاعتي بتساوي تلاتين يبقى السين بتساوي تلاتين زائد عشرين يبقى السين بتساوي خمسين درجة أو الزاوية بتاعتي سين ناقص عشرين بتساوي مية وخمسين يبقى السين بتساوي مية وخمسين زائد عشرين يبقى السين هتساوي مية وسبعين درجة يبقى مجموعة الحل بتاعتي خمسين ومية وسبعين واختار الاختيار رقم بيه ويبقى كده خلصنا امثلتنا النعلم كده يبقى خلصنا الجزء الاول من درس الدولة المسلسية المجموعة وفرق زاويتين خدنا الدولة المسلسية المجموعة وفرق زاويتين للجا والجتا قلنا جا الف زايت بي بتساوي جا جتا زايت جتا تقلب زائد بيبي يسوي جتا جتا نقص جا جا وان الجتا بيغير الاشارة لو هي في القزات ديبقى في الفك نقص بس قبل ما نمشي تعالنا نشوف مع بعض سؤالنا بالاختامي سؤالنا بيقول جا سين زائد صاد جتا صاد نقص جتا سين زائد صاد جا صاد هيساوي مديني الاختيارات نفكر في السؤال كويس واشوفكم على خير في الجزء الجاي بإذن الله دعاله